اقرى مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه اليوم بالعاصمة المواقة عدم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم تشكيل الشعب الاستئنافية القزائية المتخصصة بمحكمة استئناف مأرب وجاء تشكيل الشعب الاستئنافية القزائية المتخصصة في محكمة استئناف مأرب على النحو التالي القاضي محمد قائد سالم محمد حميدان رئيسا القاضي شداد عبدالرب محمد حسن القباطي عضوا القاضي خالد صالح محمد الورد عضوا كما أقرى المجلس تعيين القاضي صادق سعيد مدهش هزاع المروني رئيسا لشعبة الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف تعز والقاضي محمد أحمد عبد الوهاب عضوا في نيابة استئناف محافظة تعز وأقرى المجلس أيضا تعيين كل من القاضي أدهم سعيد عباد العولقي رئيسا للنيابة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن القاضي صالح أحمد فرج مدحقي رئيسا لنيابة استئناف محافظة شبوة القاضي أحمد محمد حمود أبو إصبع رئيسا للمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب القاضي يحيى محمد السعيدي عبيد بلعيد قاضيا في المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن القاضي عبد الكريم محمد الشجاع عضوا في نيابة غرب تعز الابتدائية القاضي عبدالقليل محمد أحمد قائدا عضوا في نيابة الأموال العامة بمحافظة تعز